موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد قدا واليوم في هذه الحلقة نتطرق حول شجرة أودا هذه الشجرة التي تعتبر من الأهمية بمكان لدى شعب رومو وهي مكان اجتماع ولديها مميزات عدة عن الأشجار الأخرى نتطرق عن شجرة أودا بالتوسع مع الخبير في مجال الثقافة الأورومية السيد سيفو خضر نتمنى لكم مشاهدة طيبة كونوا معنا موسيقى 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 إن شعب أروم لديه أسرار خاصة به ومعلوم أيضا بأنه يستخدم التعابير البلاغية ذات المعاني العميقة بالمثل لدى شجرة أودا سر خاص بها تؤكل ثمارها علاوة على ذلك فإن شعب أروم شعب متسامح لا يحمل الأحقاد والضغاء ضد الآخرين وبالمثل فإن هذه الشجرة لا يتسلقها الثعابين على الإطلاق حيث يربط شيخ شعب أروم هذا الأمر بكون شعب أروم شعبا واحدا وليس فيه خلافات فيما بينه ولا يحمل الأحقاد والأمر الآخر فإن نظام قدا متجذر لدى شعب أروم منذ زمن بعيد ومنتشر في مختلف القوميات الإثيوبية وبالمثل فإننا نجد جذور شجرة أودا واسعة وطويلة متفرعة تأخذ جذورها الماء من باطن الأرض من مسافات طويلة ولذا فإن نظام قدا موجود حتى الآن ولم يتم طمسه بشكل عام فإن شجرة أودا هي شجرة ذات الظل الوارف ومكان اجتماع وتصدر منها التوجيهات ويتشاور تحتها حول نظام قدا كما يسن تحتها القوانين إن معظم الناس لا يفرقون بين الشريعة والقوانين حيث أن الشريعة أمر رباني من الخالق للمخلوب ومرتبط بالطبيعة مثلا فإن عملية جاب المرأة هي شريعة ربانية طبيعية كما أن إرضاع الطفل تخص النساء ولكن الأمور التفصيلية المتعلقة بمراسم الزواج فإنه يتم وضعها من قبل البشر لذا فهناك تعبير شامل وبسيط لهذه العملية وذلك بأن قدا يمثل الشريعة الربانية الفطرية والشريعة تنبع من الحقيقة والحقيقة مرجعها إلى الخالق والإذا فإن الشجرة أودا يتم فيها أمرين هما الإخبار عن الشريعة ووضع القوانين حيث يتحدث تحتها حول الشريعة الخالق والتي تنبثق منها القوانين بالتفصيل كما يتحدث فيها عن الحقائق والحدود السياسية وثقافات الشعب وحقوق المرأة والأطفال والطبيعة والحيوانات مثلا فإن الشعب رومو يمنع قتل الحيوانات المفترسة التي اقتربت إنجابها وبالمثل لا يتم ذبح المواشي الحامل حتى وإن ذبحت هذه الماشية فإن مولودها لا يمكن قتله ولا تقطع النباتات الغذائية وهناك أيضا طريقة خاصة لقطع النباتات حيث لا ينزع من جذورها من هذه الشرائع يتم وضع القوانين بالتفصيل شجرة غدا تعتبر من الأشجار الكبرى لدى شعب رومو لكونه يتشاور تحتها شرائع الخالق ومنها توضع القوانين البشرية وهناك شجر أخرى لديها استخدامات مختلفة منها شجرة الدجة هذه الشجرة هي مكان تنفيذ القوانين والمخرجات التي تم التشاور عليها تحت شجرة أوداء مثل تأديب الجنات وغيرها وهناك شجرة مميزة لا يلقي الكثير لها بالا وهي مغفية وتوجد في الشحراء وتسمى لا لا وهي شجرة قصيرة ويكتمل نموها في غضون سبع سنوات وتموت في السنة الثامنة ثم تنبت من جديد وهذا يرتبط بالانتقال السلطة لدى شعب رومو والذي يستمر إلى مدة ثمان سنوات ثم ينتقل إلى الأحزاب الأخرى على هذا النحو وتتميز هذه الشجرة بأن لديها عسل حلوة جدا حيث تستخدم النحل من أوراقها معلومنا أن شعب رومو لديه ارتباط وثيق بالعسل كأنهما وجهان لعملة واحدة وهذه الشجرة مؤشرة أيضا على هطول الأمطار حيث إذا بدأ نمو هذه الشجرة فإنه مؤشر بأن المطار سيأتي بعد وقت قليل ولكن هذه الشجرة ليس لديها ظل ولا تسن تحتها القوانين وهناك شجرة وديسة التي ترتبط بمراسم الزواج هناك أشجار مختلفة تستخدم لأغراض مختلفة شجرة أودا شجرة لا تلقي بأوراقها بالرغم من تقلب فصول السنة بل تظل صامدة ومحتفظة بأوراقها طيلة السنة ولا تنبت إلا في أماكن معينة ولذا فإن هذه الشجرة مرتبطة بالديمقراطية لنظام قدا وإن شعب أورومو لا يؤمن بهذه الشجرة بل يستظل بها ويدعو ربه تحتها ولكن لديها مكانة مميزة لدى شعب أورومو حيث من تجاوز حدوده وقلب الحقائق تحت هذه الشجرة فإنه يتعرض لعقوبة ربانية هناك مقولة شهيرة لدى شعب أورومو هناك مقولة شهيرة لدى شعب أورومو عقوبة ربانية مرتكزة على الحقيقة والقوانين البشرية مرتكزة على الشهود ولذا نرى الأشخاص الذين كذبون في مواقع صدار الحكم الحديثة وهم يحلفون بالقرآن وبالكتاب المقدس هم لا يتجرؤون بقول الكذب وهم تحت هذه الشجرة خوفا من أن يتعرضوا لعقوبة ربانية إذا فإن الشخص الذي يأتي إلى شجرة أودا لا يحمل الضغائن في قلبه خوفا من التعرض للعقوبة الربانية عليه وعلى ذريته من بعده وأعرف شخصا قام بقطع هذه الشجرة وشهدنا بأم أعيننا تعرضه لعقوبة ربانية لأن هذه الشجرة هي تمثال الحقيقة لدى شعب أورومو إن الجيل القادم في اعتقادي يهتم بعاداته وهويته أكثر من أي وقت مضى وبالرغم من الحداثة فإنه يتشبث بعاداته ثانيا لكون الحقيقة متمثلة في هذه الشجرة فإن من يحاول الإساءة إليها يتعرض لعقوبة ربانية كما أسلفنا ذكره ولذا على هذا الجيل الحفاظ على المعاني السامية التي تنقلها هذه الشجرة وإن شعب أورومو لا يتخذ عدوا له إلا من قام بأمرين أولها الذي قام بانتهاك سيادة وطنه والثاني بانتهاك عاداته وتقاليده حتى وإن تعرض أهلك للانتهاكات يمكن تجاوزها بالدية والتسامح ولكن لا تسامح على من تعرض على سيادة الوطن وعداته وتقاليده وليست حتى ولو اجتمعنا في القاعات الحديثة في أي مكان في العالم لأنه يستحيل التجمع في الوقت الحاضر تحت هذه الشجرة علينا أن نضع دائما في مخيلتنا هذه الشجرة ونحترم الحقيقة على أساسها شكرا جزيلا سيد سيفو لهذا الاستفادة في هذا الموضوع لقاء مجددا بكم إن شاء الله مشاهدين الكرام نشكركم أيضا لمتابعتكم هذه الحلقة وحتى جديد اللقاء مضعين آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة